السلام عليكم شونكم شباش اخبارك ما رجعنا لكم مقطع جديد ملاب تاري في فري فائر قبل ان نتبه الفيديو لا تنسوين لايك الاشتراك تابع الجانس الاتباهات ليشترك كلمة جديد وخليكم معي الفيديو وهناي اخوان رجعنا لكم في فيديو جديد اتمنى الجميع يحط لايك يشترك بالقناة فكرة المقطع لليوم يا اخوان اه خمس طرق للوصول الى المسطر يا اخوان جميع الناس تحب توصل في بداية لموسم الموسم تقريبا اصار الاعتقد شهر بس اهض يا اخوان رح نزلكم خمس طرق يا اخوان خيرنا ندخل في الطرق هنا الخامسة نجي الاول طريقة هي الشخصيات يا اخوان الشخصيات من اهم اللي تساعدك الى الوصول الى المسطر عندنا الشخصيات اللي انا استخدمها اه ديميتري مع سونيا. فقط ثمانية اخوان. ديميتري مع سونيا مع لوكوثا مع سياتو. اه يا اخوان نجي لوكوثا رح يعدي يخلي الدم عدي مئتين وثماني. اما ديميتري وسونيا راح يخلني يعني شلون عدي اذا اموت راح نحيلي من جديد. هي خدعة دراغونوف مغدينة و هياتو. اه يعني شلون انخفضتي لحد الاقصال. اختراق دروح. يعني اخوان تفيدك بالفتاة القريبة او البعيدة. هي المهم يعني تسولك دمج. يا اخوان هاي اول طريقة. ننتقل الى ثانى طريقة يا اخوان نمط اللعب او نمط فريق او ثناعي او فرق. يا اخوان نجي راح نقسم هن نقسم كل واحدة نطلع سبياته او فوائده. نجي نمط الفريق يا اخوان اذا لعبت نمط فريق لازم نجيب فريق. انت يجوز اي شخص اكو شخص خاص معدها فريق. ثاني شغلة بالجيم اذا متت راح تنتظر صديقك ينعشك. وراح منت ينزل اه يزغر الزون الاول والثاني. راح يبقى عدد كبير بال بال يعني بالحرب. هو يعني في سحة القتال. يعني بالزون راح يبقى عدد هو يعني اكثر من ثلاثين شخص. النمط الفناعي كذلك نفسه. اما النمط الفردي يا اخوان اول زون وثاني زون راح يظلون تقريبا اقل من عشرين شخص بالخريطة. فيعني شوفون يا اخوان اكو فرق كلش اهوار. وبالنمط الفردي راح تعتمد اكثر شي على نفسك. وعدك دقيقة تنحيي بها. فيا اخوان حاليا قناتكم اول طريقة وثاني طريقة. ننتقل الى ثالث طريقة وهي طريقة النزول من الطيارة. وهنا يا اخوان. وهنا يا اخوان للطريقة الثالثة هي طريقة النزول من الطيارة. يا اخوان اتمنى الجميع يحط لايك في الاشتراك. يا اخوان الطريقة هي اه لازم تحط اه نسر. لان النسر راح يخليك تنزل اه يعني بمسافات بعيدة. يسرع لك عملية نزول. ولازم تنزل بعيد عن خط الدائرة. اعلى مود اه ما تنزل وياك ناسا. انا مثل ما قدامكم حددت اه يعني ابعد شعن الطيارة. وراح انزل من تقرب عدي المسافة. وتقدر تشاهد الناس هنا وين ينزلون باي اتجاه وهي ويته تقدر ايضا تروح اكسه. مثل ما شفتي اخوان انا حاليا ما عدي نسر فراح هتاخر بالنزول. بس اي شخص قده النسر راح يقدر ينزل بسرعة. وحتى بالمضالة ينزل بسرعة. وحتى لو انت تريد تنزل بمكان باشتباكات فالنسر ايضا راح يفيدك راح يخليك تنزل يعني قبل الناس وتاخذ اسلاح وتجد تلهكلها. في اخوان مثل ما قدامكم انا حاليا نزلت بهذا المكان اه تقريبا ما باي شخص انا احاط هذا الكهش في الفوق اللي بالخريطة قاعد يظهر اصفر. فما كشفوا اي اي شخص. في اخوان هي هاي الطريقة. وهاي الطريقة الثالثة. خلننتقل للرابط. وهنا يا اخوان قنا لكم ثلاث طرق خلننتقل الى الطريقة الرابعة وهي طريقة التلويت يعني شلون تاخذ لوتك المفضل او الاسلحة الغير مفضلة وشيني الافضل الاسلحة اللي تفيدك. ورجعنا لكم يا اخوان بطريقة الرابعة او الاخيرة لا العفو يا اخوان. هي يا اخوان طريقة التلويت يا اخوان اا اكو هواي اسلحة بلعبة فري فاير. بس احنا راح نجيلكم بدل اسلحة اللي مفيدة اول شي تاخد اسلاح بعيد شن اسلحة البعيد هي اسلحة الاس ام جي اه العفو اسلحة الاي ار وناخذ اسلاح قريب شن اسلحة القريب اما او اسلحة الاس ام جي فهس يا اخوان مثل ما اقدمكم اه اكو شخص فوق انا كتلته في اخوان تاخذ الاسلحة اللي تعجبك انا مثلا عدي اقدر العب بسلاح الاي كي شوي اعرف الالي فاخذت اسلاح الاي كي زائد اخذت فيا اخوان تاخذ الاسلحة المناسبة اليك ومثل ما اقدمكم اجت البويا بطريقة سهلة ويا اخوان هي هي الطريقة الرابعة خليكم وهنا يا اخوان وصلنا الى الطريقة الخامسة وهي ردة الفعل يا اخوان لازم تكون ردة فعلك اه جيدة بدون تعصب او انفعال قوي وتكون هادئ يعني مثلا اذا شخص اه او شخص رماك من مسافات بعيدة اتا لازم تحط ثلج واذا شخص ما محدد مكانه بالضبط لازم تحط ثلج بدائر ما دارك واذا او حاول اتا يا صديقي من تنزل تلعب لا تمشي بمسافات مفتوحة امشي يعني بصف البيوت او هاي على مودة بسرعة تقدر تاخذ اليك كفر لان اذا اتا تمشي بمسافات مفتوحة ورماك شخص من مسافات بعيدة واتا ما عندك ثلج هو في اكيد مصيرك راح يكون الموت فيا اخوان اتمنى يعني تصير ردة فعلك ردة هادئة وعلى كيف تستوعب الموضوع وتحاول تخطط وتفكر وتحاول اشلون تقضي على العدو ان شاء الله راح تصلون الى الماستر اسرع اسرع وقت يا اخوان هنا اصدنا هاته الفيديو لا تنسوا لايك الاشتراك تفعيل جرس الانبيهات ليصر تم كلمات جديد وعلى الكتاب تعليق جميل ويا اخوان اتمنى يصر دعم عن الفيديوهات ما عارف ليش الفيديوهات اخر الفيديوهات انها شرحة ماكو اي دعم ولا في البث بثوث اكو دعم فاتمنى منكم ادعموني وان شاء الله راح استمروا اياكم هنا وصلنا هاتف الفيديو ولا تنسوا لايك الاشتراك تفعيل جرس التنبيهات وكتاب تعليق جميل ونلتقيكم في فيديو جديد والسلام